السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف صلاح البقني قبل ما نبدأ الفيديو طالة عنها اليوم ما تنسوش تصلي وتسلم على رسول الله لأفضل الصلاوات اليوم ان شاء الله جبت لكم زوج وصفات تحلية باردة بذوق الشيكولاتة والبيسكويت سهلة في التحذير وتجي بزاف بنينات قدر تحذرها للصهارات الصيفية أما بالنسبة للوصفة الثانية هي عبارة عن صلطة حلوة يعني دائما نخدم صلطة مالحة ولكن اليوم جبت لكم هذا الوصفة اللي رح تعتمدوها وما كمش رح تستغنو عليها في المائدات عكم وبزاف بنينا ايضا نخليكم ضكوا مع الوصفات مشاهدة متعة للجميع نبدأ على بركتلها مع طريقة تحذير الصلطة عندي كمية من صلطة عادية بعد ما غسلتها قطتها شرائح طولية يعني عشوائيا عندي حبة عجزر ايضا غسلتها وقشرتها وربيتها وعندي حبة عخيار ايضا قطتها مربعات صغيرة بهذا الشكل من بعد الهنا رح نخلطو هذيك السنارية وهذيك السلطة والخيار مع بعض والهنا الكمية تعالجزر وتعالخيار وتعالسلطة ترجع حسب بعد افراد لائلة وحسب الكمية اللي بغيتها بعد ما خلطنا هذيك الخضراء نحطوها على جهة ومن بعد رح نجيبوه ريسيبيون او صحنة صغيرة اللي رح نخدمو فيها لصوص والصوص هي الاساس انتع السلطة هذي عندي زوج ملاق نتاخل احمر ولا السود ولا ابيض المهم الخلي عندكم في الدار تقدروا استعملوه عندي ايضا زوج ملاقة زيت زيتون لما يحب زيت زيتون يدير زيت اهدي عندي ايضا زوج ملاقة مايوناز وعندي لاكرام فراش لاكرام فراش تقدروا نصف فنجل نتعلى لاكرام فراش ورهي اساسية نصف فنجل يكفي انا استعملت المتر عندي ملح وعندي ملعقة السكر عندي فلفل لكحل وخلط هذه المكونات اللي هنا نديروا ملعقة أكل تكون ممسوحة نتع سكر لازم نديروها وكما قدتكم شوية ملح شوية في الفل نخلطهم جيدا حتى يتمزجوا كم المكونات ومبعد اللي هنا نجلبوا فرماج تارتيليس هذا اللي يمخدوهم ثلاثة أجبان من مجموعة باتنا تشيز مخدوهم بالشيدار والقودا والقلويير وبثاف بنين كما قدتكم هذا راه فريد منه عياني أي وحدة فيكم جربته تخلي لي رأيها في التعليقات لأنه هذا الفرماج راه لا يعلي عليه نخلطوا هذك الفرماج مع ذيك الاصوس ملح حتى نذوبوا هذك الفرماج ومبعد اللي هنا نجي ومفرغوا على هذك السلطة لما عندوش هذة الأدات اللي كنت شوفوا فيها في الرسيبيون تقدروا تستعملوا الفرشيطة باش دخلكم هذيك الاصوس ودقسلكم هذيك السلطة كامل شوفوا كيفاش هاكا ونحاولوا نخلطوا هذيك السلطة مع ذيك الاصوس ملح ونحطوها تبرد يعني بطبيعة الحال هذي السلطة راي تقدم بردة واللي هنا كيف رت هذيك الاصوس نجيبه علبة تعطوه تعزيت أيضا العلبة تعطوه هذي راي أساسية ما تقولوش باللي راح تجي سامطة ولا والله العظيم غير تجيب الزفب لنا جربوها وكما قدتكم مش راح توليوا تستغنوا عليها أبدا في المائدتاكم وراح تفرحوا بها لعائلتاكم وكما قدتكم توليوا دائما تحطوها في المائدتاكم سواء الرمضان هي ولا المائدتا الصيفية ولا مع بربوشة ولا مع أي حاجة والبنة حارة هي خيالية إذن هذه هذا بالنسبة للوصفة الأولى ذكره راح نروحوا للوصفة الثانية اللي كما قدتكم هي عبارة عن تحلية بذوق الشيكولاتة والبيسكويت أول حاجة عندي واحد لتر من الحاليب راح ندله ثلث ملاعق أنت أكل السكر بالنسبة للسكر اللي هنا يرجع حسب الحلوات اللي تحبوها أنتما تحبوها عادي دلو زوج ملاعق فقط يكفي أنا دل ثلث ملاعق لأنه عندي واحد لتر حاليب وعندي ملعقة انتا شيكولة هذه غبراء انتا الحاليب عندي أيضا زوج ملاعق انتا كاكاو وعندي ثلث ملاعق انتا فارينة كما ما ممكن تستعملوا ملعقة فارينة وزوج ملاعق انتا انشاء أنا ما عنديش انشاء دل ثلث ملاعق تا فارينة نخلطو هاد المكونات مع بعض كامل بارد في بارد ومن بعد ذلك نحطوها على النار النار طبيعية الحال تكون متوسطة ونخلطوه باستمرار مع التحريك المستمر حتى نسمع لنا خاليط ومن بعد ذلك نجيبو شيكولة مئة غرام نستعمل شيكولة نوار باش دي في هذا وقت الحلاوة مع المرارة ونخلطوه جيدا اللي ما عندو شيكولة ما يستعملش اللي يحب ما يستعملش ما يستعملش أنا فقط دراني ضفتها زيادة فقط ومن بعد ذلك نحطوها على جهة مع الاستمرار في تحريك يكون معكم واحد باش يحرك لكم هذيك الكريمة باش ما تتكواجو الأشيان ما تحكمش راحة ومن بعد ذلك نجيبو كاتون استعملت بتي بير هذا أو بيمو بتي بيمو در الطبقة أولى شمخها في الحليب كما ممكن تشمخها في القهوة كما تحبو ومن بعد ذلك نشوفوا القوة متاع الكريمة يجي سائل بعد نزيد ندير طبقة ثانية وتقدروا أيضا ما تشمخوش القطو ليس شرط أنكم تشمخوا القطو لأن الكريمة أيضا في حذتها رهي سائلة نزيد ونديروا طبقة يعني طبقة بطبقة حتى نكمل كامل طبقات من بعد ذلك نحن ندير راح نفوتها للثلاجة على الأقل تقعد ساعة باش تحكموا راح أمره اللي هنا كان ولد أختي يلحس في هذا البقايا تلك الكريمة اللي كانت في الطهوة صور دولكم إذن هذه هي كما قلتكم التحلية أنا راح نفوتها للثلاجة كما قلتكم على الأقل تخليوا ساعة باش تحكموا راح أمره باش مبعد كي تقسموها أديكم كل طرف يكون وحده لأنا الأمانة راح نخليتها فقط نصف ساعة ومبعد جبت لنا الكاكاو وراح نغطي هذه التحلية كامل بالكاكاو ديروا مليح الكاكاو باش تديكم تحليتكم مزيج بين المرارة وبين الحلوة وأيضا حاولوا تنقصوا الصكر لأنه جتني شوية حلوة ديروا فقط زوج ملاقص وصكر يكفي إذن هذه هي هذا قناة راح نقسم لكم التحلية باش تشوفها في صحن التقديم شوفوا كيفاش مع أنه راح نخليتها فقط نصف ساعة وكما قلتكم القاطع وتحبوا تشمخوا تحبوا ما تشمخونش تحبوا تشمخوا بالحليب ولا بالقهوة كيف كيف تحبوا ما تشمخوش نهائيا أصلا الكلمة رهيسة إلا إذن هذه شوفوا كفاش تهز تهز بكل سهولة وتجي والله العظيم غير جي رائع إذن هذه راح نخليكم أيضا هذا الوصف باختصار في التيك توك وفي الانستغرام اللي تشوفوا في أسفل الشاشة بالنسبة للتيك توك والفيسبوك تاعي والمجموعة التي تبعثوا لي فيها تطبيقاتكم راح نخليكم الربط في صندوق الوصف إذن هذه راح نخليكم الوصفة أيضا بالمقادر في صندوق الوصف إذا تقوموا في الفيديو هل يوم عليكم وليتكثروا لي من اللي جام تكومنتوا ليس في الفيديو وإذا جاءتم قناتي مع عليكم إذا دلوا اشتراك ولا أبني ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش وصلكم كل جديد نتاعي مقالية أقول لكم شاهدكم بالصحة انتلقوا في عد آخر أعذروني على صوتتي لأنه راني شوية مريض الصوت تعير أو تغير هذو الأيام هذه هي وسلام